السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم صدر قبل قليل القرار النهائي من قبل الاتحاد السوري لكرة القدم بشأن عمر خريبين وقضيته مع الكابت النبي المعلول وتم الإعلان بشكل رسمي بهذا القرار القرار حرمان عمر خريبين من تمثيل المنتخب السوري الأول للرجال بشكل نهائي يعني إيه بشكل نهائي؟ يعني إلى الأبد يعني سواء مع الكابت النبي المعلول أو غير الكابت النبي المعلول قرار قاسي جدا جدا عمر خريبين الآن أصبح بلا منتخب خلاص هو دلوقتي لا ينتمي للمنتخب السوري الأول للرجال قرار صعب جدا ولكن وفق المعطيات اللي تم الحديث عنها في المؤتمر قبل قليل اللي شاف منكم هو يستحق العقوبة أو لا يستحقها يعني أنا أرى من وجهة نظري الشخصية أنه يستحق الحرمان لفترة ولكن الحرمان النهائي صعب ولكن أؤكد على احترامي الشديد لقرارات الاتحاد السوري لكرة القدم وللجنة الاتحاد وللجنة المؤتمر وللسيد حاتم الغايب على هذا القرار ولكن الأمر صعب وأعتقد أنه يكون ليه تبعات كبيرة جدا على الكبار من اللاعبين على اللاعبين الكبار كبار لعبي المنتخب السوري طبعا هيكون عظة ليهم أنهم لا ينبغي أن يتعاملوا باستهانة مع المنتخب السوري الأول للرجال تعالوا مع بعض نروح ونشوف إيه الحيثيات أو إيه الأمور اللي عملها عمر خريبين واللي تم الإعلان عنها بشكل رسمي دلوقتي الآن واللي خلت الاتحاد السوري لكرة القدم ياخد هذا القرار الصعب جدا بشأن عمر خريبين وهو حرمانه نهائيا أنا بعيدها تاني لأن الأمانة أنا مش مصدقها يعني تعالوا الأول نتكلم على السبب الأول السبب الأول اللي عمله عمر خريبين واللي عجل بفكرة حرمانه من المنتخب السوري الأول للرجال لفترة وهو أنه اعترض على قرار الكابتن نبيل المعلول بشأن مركزه في اللحب والقصة الكاملة هي اللي أنا أحكيها ليكم دلوقتي الأمر مالوش علاقة برقم سبعة مالوش علاقة بأي أمر غير اللي هجله لكم دلوقتي الكابتن نبيل المعلول سأل عمر خريبين أنت بتلعب في أنهي مركز مع نادي الهلال عمر خريبين رد بي يعني لهجة ما وجال أنا بلعب مهاجم كابتن نبيل المعلول جال له تمام خلاص أنت المهاجم وانت رأس الحرب والمهاجم الأوحد مع المنتخب السوري الأول للرجال ما كان علاقة دالي يعني في مباراة أسباكستان أو مباراة الأردن عمر خريبين رفض وجال والله أنا عايز ألعب مع المنتخب السوري كمهاجم ثاني اللي هو بيسموه قلب هجوم الكابتن نبيل المعلول جال له لأ أنت تلعب في المركز بتاعك المركز بتاعك أنت أولى بي اللي هو مهاجم صريح وبرضو لما يكون في الهجوم عمر خريبين ده وزن كبير يعني أو كان وزن كبير خلاص عمر خريبين خلاص برا المنتخب للأسف وطبعا أنا بقول للأسف لأني أنا قلتلكم أني أنا شايف أني حرمانه النهائي ده صعب تعالوا نرجع ونكمل الكابتن نبيل معلول أصر على رأيه أن عمر خريبين يكون مهاجم صريح عمر خريبين رفض جال له طب أنت اللي منعك من أن أنت تكون مهاجم صريح جال له والله أنا في نادي الهلال عندنا لعيبة بيوصلولي الكرات أما في المنتخب فأنا معنديش لعبين يوصلولي كرات بمعنى أن داخل المنتخب السوري الأول للرجال لا يوجد صنع لعب متميزين يمررون له الكرات التي يستطيع أن يسجل بها أهداف بعيدا عن أن كلامه صح أو خطأ وبعيدا على أن المنتخب السوري عنده بعض من اللعبين المتميزين واللي يعني بيقدروا أن هم يوصلوا كرات بشكل كويس ومنهم محمود المواس ومنهم محمد المرمور ومنهم ورد السلامة لكن هذا اعتبر الكابتن نبيل معلول والاتحاد السوري لكرة القدم تقليل من شأن زملائه في المنتخب تاني أمر حصل من عمر خريبين وأيضا هو يقلل من شأن زملائه في المنتخب أنه قال أن زملائه صغار السن يسبون من الكابتن نبيل معلول ويمكن حصل هنا خلاف داخل الاتحاد السوري لكرة القدم هل عمر خريبين كان بيتكلم على الكابتن نبيل معلول نفسه ولا على مدرب سابق للمنتخب السوري ولكن واضح أن الكل كان بيتكلم على الكابتن نبيل معلول نفسه وتم التأكد من الأمر السيد حاتم الغايب والسيد عسف خليفة سألوا اللاعبين وتأكدوا هل الكابتن نبيل معلول كان بيسبكم؟ هل كان بيشتمكم؟ وكان رد أغلبهم أنه لا ليس هناك سب من قبل الكابتن نبيل معلول فيما عدا بعض من اللاعبين رفضوا يعني الإدلاء برأيهم وتصريحاتهم طبعا هم محرجين على الأغلب يعني مش بيخبوا لكن هم محرجين من الكلام في الموضوع ده يعني إزاي أنت تسأل اللاعب؟ هل المدرب بيسبك ولا لا؟ يعني وبالتالي ده صعب الأمر أكتر على عمر خريبين وخلى الاستبعاد يبقى نهائي زي ما قلتلكم وزي ما تم الإعلان بشكل رسمي أيضا عمر خريبين قابل الكابتن نبيل معلول بعد انتهاء المعسكر بالكامل وعلى الأغلب قابله يعني خارج الإمارات على الأغلب طبعا ما فيش معلومة مؤكدة هنا ولكن ما حدث بين الكابتن نبيل معلول والكابتن عمر خريبين أيضا عجل بفكرة عقوبته بالحرمان النهائي طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن عمر خريبين جال للكابتن نبيل معلول أول ما جاب له أن أنا لن أمثل المنتخب السوري طول ما أنت مدرب في المنتخب يعني أمر صعب والكابتن عمر خريبين عمل كده وده أمر صعب جدا ولغة لا ينبغي أن يتم التحدث بها مع الكابتن نبيل معلول طبعا أنا بتكلم معكم دلوقتي عن شواهد وعن حقائق حصلت ليه أنا بقول حقائق؟ لأن الاتحاد السوري لكرة القدم عمل لجنة وتم جمع المعلومات من كل مصادرها وتم التأكد من كل الأمور عمر خريبين هو اللي جال للكابتن نبيل معلول أنا مش هلعب مع المنتخب طول ما أنت مدربه وبالتالي كان من المنطقي حرمان عمر خريبين نهائيا من تمثيل المنتخب السوري لأن عمر خريبين لم يتعامل مع المنتخب على أنه شرف ولكن نظر للمنتخب على أنه مدرب والله طول ما أنت موجود أنا مش هلعب مع المنتخب طيب ده منتخب بلدك أي مكان اختلافك وأي مكان مشكلتك لا أنت لازم تفصل ما بين الكابتن نبيل معلول كمدرب والمنتخب السوري نفسه لا هو ما فصلش وبالتالي هو يستحق العقوبة بكل تأكيد آخر أمر تم الحديث فيه عن عمر خريبين أنه بعد ما تم إقصاؤه من المنتخب في المبارتين سؤل من قبل أحد أعضاء الاتحاد السوري طيب استنى لما الطيارة نقدر نحجز لك طيارة عشان ترجع للسعودية فهو وقال لا الهلال هو اللي حجز لي الطيارة أو يعني النادي اللي أنا بلعب معاه هو اللي حجز لي الطيارة طبعا هو يشير لأن نادي الهلال أهم عنده من المنتخب السوري الأول لرجال وللأمانة هي مش أول مرة عمر خريبين يعملها لا عمر خريبين عمل ده كتير عمل ده كتير جدا تحديدا في الفترة بتاعة الكفة كابتن فجر إبراهيم في المباريات الودية تم استدعاء عمر خريبين وعمر خريبين رفض وساعتها علل بأسباب عائلية وبعد كده في وجهه أنه بأنه هو موجود مع تدريبات نادي الهلال هو عمر خريبين من اللحظة الأولى وهو يعني يعطي معاملة متميزة لنادي الهلال على حساب المنتخب لكن أنا ما كنتش أعرف أن الأمر ممكن يوصل معاه للأمر ده أو للدرجة دي وبالتالي الكابتن عمر خريبين خلاص خارج المنتخب بشكل رسمي وبشكل نهائي وبلا رجعة بلا رجعة الأمر صعب وأكيد طبعا عمر خريبين دلوقتي لما سمع القرار أكيد طبعا هو في حالة صعبة جدا ما تفتكروش أنه هو سعيد أو أنه هو استريح جال خلاص ياه أنا مش همثل لمنتخب تاني خليني بجا معنادي الهلال لا طبعا مش لاعب في الدنيا يحرم من تمثيل منتخب بلاده ويكون سعيد ولكن زي ما جاد الكابتن نبيل معلول من شوية هو اللي جابه لنفسه يعني عمر خريبين هو اللي عمل في نفسه كده هو اللي وصل نفسه لأن الاتحاد السوري لكرة القدم ياخد هذا القرار القوي جدا والعنيف جدا في هذا الوقت الصعب جدا واللي المنتخب السوري فيه احتياج كبير لكل نجومه يعني لكي نذهب نحو الحلم وهو حلم الوصول إلى كأس العالم السيد حاتم الغايب تكلم كمان في أمور مهمة جدا غير موضوع عمر خريبين يتكلم عن الإعلام ودوره وأكد على أن الإعلام في قضية عمر خريبين كان بيتعامل مع الموضوع على أنه سبق صحفي وبالتالي الأمر ده صعب من يعني القضية وخلى القضية أكتر تعقيدا والنهاية كانت هي الحرمان النهاي كمان الكابت النبي المعلول تكلم على أن المباراتين مبارات أوس باكستان والأردن ما هي إلا مباريات ودية ووجه اللوم للجمهير السورية بتعاملهم مع تلك المباريات على أنها مباريات رسمية نهاية كسعالم مثلا أو نهاية كأساسية طبعا عنده حق في هذا الأمر إحنا متعطشين لنحن نشوف المنتخب السوري ولكن ما كانش ينفع ولا ينبغي أن الموضوع يوصل لتلك الدرجة كابتن حاتم الغاي بتكلم عن عقلية اللاعب السوري وقال أنها لا ترتقي لتمثيل المنتخب السوري واضح أن في الأيام المقبلة هيتم الاستعانة ببعض من اللاعبين المحترفين في أوروبا تحديدا يعني مش أوروبا يعني لا بنتكلم على أمريكا الجنوبية ويمكن أنا أكلمتكم مبارح عن أحد اللاعبين دول وهو اللاعب سيزر حايدر اللي بيلعب الآن مع نادي براجنشن البرازيلي في الدوري الممتاز وغيرهم بإذن الله إن شاء الله هنتكلم عنهم في الفترة المقبلة تكلم الكابتن حاتم الغايب أو السيد حاتم الغايب عن تطوير الدوري السوري الممتاز عشان يطلع لعيبة يمكن أن تمثل المنتخب السوري الأول للرجال بشكل جيد وهو ده إن شاء الله الهم في الفترة المقبلة لكي نصل في النهاية إلى الهدف المنشود وهو وصول المنتخب السوري الأول للرجال إلى كأس العالم ما كانش ينفع أني إحنا نستمر مع المنتخب السوري الأول للرجال والمشكلات موجودة ومشكلة عمر خريبين موجودة تم حل المشكلة وتم توجيه رسالة شديدة اللهجة لكل اللاعبين أيا ما كان قدرهم وأيا ما كان سنهم إذا لم تحترم التعليمات وإذا لم تحترم المنتخب السوري وإذا لم تحترم زملائك فليس أمامنا إلا أن نعاملك بالمثل وهي أن حرمك من تمثيل منتخب بلدك نهائيا زي ما حصل مع الكابتن عمر خريبين مستني أراءكم في التعليقات تحت الفيديو جلولي هل أنتم مع تلك العقوبة الشديدة لعمر خريبين ولا كان يكفي حرمان عمر خريبين من تمثيل المنتخب السوري ست شهور ست مباريات سنة كاملة فقط في نهاية الحلقة أشكركم جداً على حسن المتابع وإلى اللقاء في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم بخير